هات الفريم اللي بعده يا جماعة اللقطة اللي بعدها دي لقطة الهدف اللي احنا شفناها كلها الكرة خانت بدايتها ايه يا كريم؟ ضرب روحناية المنتخب مصر ده لقطة الهدف اما تطلع الكرة وهي هنا احنا مش عارفين بنتمركز ازاي وبنغطي ازاي وبنقفل ازاي بتشكل علينا خطورة كبيرة هات ماشي بقى يا جماعة اللي تصور كده ايوه هنا محمد صلاح اللي راجع بيغطي هنا هو اللي بره التمنتاشر وهو اللي بيغطي ودي مش من الادور اللي كان المفترض بيقوم بيها محمد صلاح خالص مع المنتخب المصري في الفترات السابقة وقدر الراجل ان هو يستحوز على الكرة ويلف محمد صلاح ويبقى عنده مساحة ماشي هات الفريم اللي بعده يا جماعة ماشي ايوه ضغط استلم الكرة هو تحت ضغط من محمد صلاح هو بيضغط عليه ماشي الفريم اللي بعده ايوه كمل ماشي الصور على طول الفريم اللي بعده ومشي وبيجري معاهم والراجل اللي بيجيب اللي هو عليه الدايرة ده هو الراجل اللي أهرز الهدف اللي جاب الهدف في المتخب المصري هو بيجري بتدرب سرعتهم من على الـ 18 هناك لحد كل المساحة دي اتفرج هنا مين اللي هنا في المساحة اللي قدام دي إرجع تاني إرجع لا إرجع بالفريم اللي بعد إرجع كمان واحدة كمان واحدة ايوا مين هنا اللي جاب بمحمد صلاح مين رقم خمسة ده رقم ربيع تمام هو اللي بيجرى هو من نص الملعب هنا في الكرة دي عشان يلحق طبعا اللعيب بغنية بساوي اللي واخد سرعته ماشي هات الفريم اللي بعده اللي بماشي بسرعته ومش سائل في حد وعنده كل المساحة تفرضى كل المساحة اللي في ناحية الشمال دي كلها مساحة فاضية بالتغطية وهنا محمد حمدي هو اللي داخل جوة وهنا مروان عطية بيرجع يدافع ومحمد هاني الراجل يضرب اللي سبرينتي ده كله تكمل كمل كمل جاري بالكرة كمل ماشي كرة ماشي ايوا كمان ايوا تصورة كمان ماشيها ايوا لحد ما قابل المساحة دي الراجل بيعد منتهى البساطة بدل ما يروح لمحمد هاني كان رامي الربيعة هو اللي يبقى موجود جوة رامي الربيعة باع نفسه بالشكل اللي انت شفته كده بالشكل اللي بره ده لعب الراجل هنا جوه المنطقة وقدر هنا يتلعب الكرة بأول كدر انا فرقته لك عشان يبقى يتم احراز هدف المنتخب المصري في ال 45 دقيقة الاولى من عمر اللقاء ودي من الكرات الصعبة على اي حالس مرمى الراجل بيحط كرة قوية جدا بشماله على شمال محمد الشناوي من الاهداف الصعبة الرقمة انا عايزين نقول ايه هنا في الحالات دي نقول ان احنا كان عندنا في ال 45 دقيقة الاولى اللي احنا لابناهم امام غنية بساو كان فيه اخطاء دفاعية واضحة جدا لازم كابتن حسام حسن عندنا الوقت الكافي ان احنا عندنا مشكلة في البكين اذا كان الرايت والليفت كان عندنا مشكلة واضحة جدا وهم بيشتغلوا في ال 45 دقيقة الاولى تغييره نجحة جدا وعجبتني جدا تغييره محمد هاني اما خرج ونزل امام عشور ولعب مكانه زيزو زيزو اختشاف في المكان ده بدت تغييره اشتركوا في القناة